يهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية فيلم بلاك بانثر يا جماعة الخير وصل الى السينما اخيرة وصادف ولله الحمد ان السينما الوحيدة اللي عندنا في الطايف تمت اعادة افتتاحها على خير ترى لها يمكن شهرين او ثلاثة شهور كانت مقفلة افلام كثيرة ما قدرت اشوفها بسبب هذا الشيء بشكل عام يا جماعة شخصية بلاك بانثر وعالم بلاك بانثر من اجمل الحاجات في الام سي يو وعادة اجواء واكاندا كذا دائما تخليني اتحمس واحس بضخة الادرينالين في كل مكان في جسمي صراخاتهم الحربية والكلمات اللي يقولونها وقت القتال حاجة حماس دائما تصير في واكاندا المعارك والمشاهد القتالية في الجزء الاول كمان معركة واكاندا الشهيرة ضد ثانوس في فيلم انفينتي وور واليوم كمان في هذا الجزء الثاني من بلاك بانثر كان اللي شعلت الحماس حضور جدا قوي وبنكهة جديدة ومختلفة اكيد للمانا يا جماعة انا كنت رافع سقف طموحاتي لهذا الفيلم بشكل اكثر من اللازم انا ما اتعلم من اخطائي انا ما اتعلم من اخطائي يا اخوان لا تتحمسوا لشي اكثر من اللازم اتحمسوا بس مش اكثر من اللازم اتركوا كذا مجال للصدمات انه ممكن ما يكون قد التطلعات الفيلم اوكي ما وصل للي انا كنت اتوقعه بس استيل الفيلم مرة عجبني وانبسط حرفيا في معظم المشاهد وانتابه على كل حال يا جماعة الخير الفيديو هذا اللي انتو جايسين تتابعوه الان راح يحتوي على حرق للاحداث ولكن قبل ما تفقعون وتضغطون لايك تشتركون في القناة وزي كذا وتروح وتتابعوا الفيلم بعدا ترجعوا وعلشان اجاوب على اكثر سؤال دائما ينطرح قبل عرض كل فيلم من افلام مارفل هل يواجيه اقدر اروح اتابع فيلم بلاك بانثر وكان دا فور ايفر على طول ولا لازم اتابع افلام مارفل قبله ولا لازم اتابع افلام معينة قبله والاجابة هو بشكل طبيعي بتكون يب للأسف لازم تكون متابع لعالم مارفل ولكل افلام مارفل وبعض مسلسلات مارفل علشان تقدر تشبك مع احداث الفيلم لانه في اشارة كثيرة لاحداث حصلت في عالم مارفل سابقا وفي عالم بلاك بانثر برضو فاذا تبغى تتابع الفيلم مباشرة كذا ومن دون ما انت متابع ايشي في عالم مارفل احب اقولك من الحين يا عزيزي الوجيه ترى راح تواجه مشاكل كثيرة في فهم كثير من الاحداث وراح تلقى فوق راسك الف علامة تعجب واستفهام طول ما انت تتابع الفيلم من دون اي فيلم ثاني قبله فقبل ما نبدأ يا جماعة اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيهات على طريقكم ولو اعجبكم الفيديو للمرة المليون لو اعجبكم الفيديو يا جماعة لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك اكثر شيء ممكن تدعموا في قناة الوجيه هي انكم تحطوا لايك للفيديو هذا اكبر دعم وتعالوا تابعنا الموقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش كلها موجودة في صندوق الوصف ولا هم من هذا كله اذا انتم مهتمين في عالم الالعاب ولعبة ما انكرفت بالتحديد قناة الالعاب تبعي برضو في صندوق الوصف كذلك يلا بنا نخش على مراجعة ومناقشة تجربتي مع فيلم بلاك بانثر وكاندا فور ايفر البداية جماعة الفيلم كان هدية لروح الراحل تشادويك بوزمن هذه حاجة واضحة وضوحة الشمس قاد كذا داخل الفيلم في بداية الفيلم جابوا جنازة بلاك بانثر واشاروا انه توفي بسبب المرض وما الى ذلك حقيقي يا جماعة الجنازة كانت حقيقية ومؤثرة بقدر ما انها هي مجرد مشهد تمثيلي تم تصوير مشهد الجنازة واخراجها بطريقة جدا مرضية وتليق بالحدثين لاحظوا اني قلت حدثين حدث رحيل تشادويك بوزمن وحدث رحيل بلاك بانثر داخل الفيلم وثاني حاجة يا جماعة الفيلم كان فرصة جدا ممتازة لتوجه مارفل الجديد وهي انها تضيف اكبر قدر من الابطال النساء الى عالم الابطال او الى عالم ابطال مارفل السينمائي هولك وصار فيه منه شي هولك ثور وصار فيه منه ثورة وايرون مان وصار عندنا منه ايرون هارت ولوكي وصار عندنا منه لوكية لوكي بنت يعني واليوم بلاك بانثر برضو صار عندنا نسخة بلاك بانثر عنثى منه وللامانة وبشكل عام يا جماعة السيدات في هذا الفيلم كان لهم حضور جدا جدا قوي وممتع في الاكشن كان حضورهم جدا جميل وقدموا شغل رهيب ومرتب وبرض في الحوارات والكوميديا الموزونا اللي تعودناها من مارفل كان لهم برضو حضور مسلي وحتى في الجوانب الدرامية من الفيلم للامانة قدموا اداءات مارة رهيبة الفيلم تقريبا فيه له ثلاثة احداث رئيسية بالاضافة الى احداث جانبية اول حاجة عندنا رحيل بلاك بانثر وحال وكان دا من بعده وثاني حاجة ظهور نيمور وتقديمه وتقديم قصته وعالمه الى عالم مارفل وثالث حدث والاخير اللي هي المعركة الكبيرة اللي صارت بين وكان دا وما بين نيمور بالاضافة الى تقديم شخصية ايرون هارت وفي نهاية الفيلم برضو تم تقديم شخصية توسان او تتشالا اللي هو ابن بلاك بانثر تبدأ القصة يا جماعة بعد رحيل بلاك بانثر مباشرة او بعدها بسنة تقريبا الجنازة كانت مباشرة ولكن بعدها صارت في قفزة زمنية سنة وكيف رح تتعامل تشوري اخت بلاك بانثر مع هذا الحدث الضخم واللي ترك وكان دا من دون مدافعها ودرعها الاول وحاميها من الغزاة الجزئية هذه الى الامانة تعاملوا معها بشكل جدا 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 ممتاز كانت مكتوبة بشكل رايق ورهيب وضحت لنا انه احنا يا جماعة نتكلم عن الحامي الاول لوكاندا وملكها وكاندا كاي عشيرة في هذا العالم تحتاج قائد تحتاج ملك يقودهم ويتخذ قراراتهم المصيرية والصعبة ويحافظ على علاقاتهم مع الدول المجاورة وغياب القائد هذا ورحيله تركهم في حالة مضطربة جدا فكان فيه تخبط في القيادة تخبط في اتخاذ القرارات فلان التخبط هذا اللي صار في وكاندا بعد رحيل بلاك بانثر كان هو احد الاسباب اللي اشعلت الحرب ما بين وكاندا وما بين نيمور وعشيرته فر هذا كله عندنا امريكا ودول العالم المتقدمة وطمعهم في الفابرينيوم الموجود في وكاندا وفي حال انك ناسي ايش هو الفابرينيوم اللي موجود في وكاندا هو في الاصل نيزك سقط من السماء على وكاندا وبعد نزولوا بسنوات طويلة اكتشفوه وصار هو المعدن الثمين لهذا البلد يدروا من خلال الفابرينيوم انهم يصنعون ويطورون تكنولوجيا جدا متقدمة خلت بقية دول العالم متأخرة عنهم بسنوات طويلة وهذه الجزئية شفناها لما جابوا فيجين عند وكاندا على ساس عالجوه شوري كانت تقول لهم ليه ما سويتوا كذا ليه ما سويتوا كذا هم موهم عارفين اصلا اش الشيء اللي المفروض نسويه وكاندا سابقتهم حتى في التكنولوجيا الطبية الى مكان مرة بعيد عموما قرروا دول العالم وقالوا يا جماعة احنا لازم نتقاسم هذا المعدن مع وكاندا ليش ياخذوا لهم لحالهم لا نبغى احنا جزء منه زي النفط ولكن وكاندا رفضت تماما وقالت لهم شوفوا يا حبيبي احنا ما راح نعطيكم فيبرينيوم راح نشارك معاكم علمنا وراح نسوي مراكز ابحاث منتشرة حول العالم وما راح نقصر معاكم اذا احتجتوا اي شيء لكن فيبرينيوم ما فيه وكالعادة امريكا قالت ايش نروح احنا اجل يا جماعة ونبحث اكيد في فيبرينيوم مرمي في اي مكان في هذا العالم غير وكاندا وبالفعل امريكا قدرت انها تلقاه في اعماق المحيط ولكن لما امريكا لقيت الفايبرينيوم فتحوا على انفسهم بوابة كبيرة من المشاكل مع شعب قديم جدا يعيش في اعماق المحيط واللي هم نيمور وشعبه طبعا قدرة البشر على اكتشاف الفايبرينيوم هذا في اعماق البحر ما هو شيء سهل ابدا فكان يتطلب صناعة معدات مرة ثقيلة وقادرة على البحث في اعماق المحيط بشكل جدا دقيق يا سلام طيب كيف امريكا لقيت هذا المعدن مين اللي صنع لهم الجهاز هذا او المعدة هذه اللي تقدر تلقى الفايبرينيوم تحت البحر وهنا بالتحديد يا عزيزي الوجيه تم تقديم شخصية ريري ويليامز او شخصية ايرون هارت واللي هي وريثة ايرون مان ريري ويليامز هي اللي صنعت هذا الجهاز وقدرت امريكا بواسطة هذا الجهاز انها تلاقي الفايبرينيوم في اعماق المحيط او في منطقة نيمور وهنا ولهذا السبب بالتحديد بدأت المعركة ما بين نيمور وشعبه ضد وكاندا لانه نيمور يقول اصلا الفايبرينيوم ووكاندا ما كان احد يعرف عنها شيء العالم كانوا عايشين على النفط وعايشين على التكنولوجيا الموجودة عندهم ولكن انتم يا وكاندا قررتوا فجأة توروا الناس ان عندكم فيبرينيوم او خلونا نشارك هذا مع العالم والعالم بسبب معرفتهم بوجود هذا المعدن على هذه الكرة الارضية وصلوا لعندنا بالغلط وهم قاعدين يبحثوا عنه وممكن راح يؤذون مستقبل عموما يا جماعة هذه تقريبا القصة الاساسية ونشأة الصراع في فيلم بلاك بانثر الجزء الثاني اول حاجة يا جماعة تقديم شخصية نيمور في الفيلم مرة 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 اعجبتني حتى الممثل نفسه قدم دور مرة رهيب ولايق عليه والفلاشباك حقه كمان كان مؤثره خدم تصرفاته ومبادئه الحالية واللي ممكن نشوفها منه في المستقبل الادم الفلاشباك تبعه كان مرة تعيسه حزين واكتشفنا يا جماعة انه نيمور متحول او ميوتنت يعني هو تولد اثناء تحول امه بعد ما اكلت هذه النبتة النبتة هذهك حولتهم من بشر الى مخلوقات مائية يعيشوا تحت الارض وعلشان يطلعوا ويقدروا يتنفسوا زي البشر الطبيعين كانوا يلبسوا اقنعة من نوع معين عموما نيمور اتولد اثناء فترة تحول امه الى هذا الكائن البحري او الكائنات الزرق فصار مزيج ما بين الاثنين مخلوقات البحر وكمان البشر غير انه احد الصفات اللي تميز فيها كميوتنت نيمور هو انه يقدر يعيش لسنوات طويلة وعنده قوة خارقة واجنحة في رجله انا ما ادري عنكم يا جماعة بس الامانة الاجنحة اللي في رجلينه مرة خربت هيبته مو مرة بس يعني كده تشوفوا يطيروا فيه جنحة صغيرة في رجلينه كده الموضوع في شي غريب يطير من دون جنحة عادي عنده قوة كده زي سوبرمان يطير في الهوه شكلها صراحة كان يضحك شوي لكن يا جماعة حبيت فكرة ربطهم لارادة شوري بارادة كليمنجور على عكس اخوها الراحلcando ما أكل النبتة هما فكان دايش اللي يصير قبل ما يصير بلاك بانثر جديد يأكل النبتة هذيك يموت شوية أو ينام شوية أو يغمى عليه شوية بروح يقابل أسلافه الأسلاف اللي يتابعهم هما نفس الأسلاف اللي يكون حامل لنفس إرادتهم لأنه شوري كانت تبغى تصير بلاك بانثر لغرض الانتقام من موت أمها أول ما أخذت النبتة راحت وشافت مين شافت كليمينغور ليش لأنه كليمينغور هو الوحيد من أسلافها اللي عنده الرغبة بالانتقام من البشر ومرة شرير فللأمانة هذاك المشهد كان مرة مرة رهيب وتوظيف فكرة الانتقام وربطها بإرادة كليمينغور كانت حاجة مرة خرافية فيب مشهد كليمينغور مع تشوري كان من أروع المشاهد واللي انكتب بطريقة مرة رهيبة بالنسبة لآيرون هارت أو ريري وليام مؤدية الشخصية للأمانة قدمت دورها بشكل كويس واختيار موفق ما نقدر نقول حاجة بس تمنيت انه اشوف فلاش باك لها لو بسيط يعني حسهم كده قدموا الشخصية بسرعة وزحلقوها كده في القصة ويلا بسم الله تعالي معانا على وكندر وغالبا وبنسبة كبيرة اننا راح نشوف لها فلاش باك في المستقبل سواء في الافلام او في المسلسلات او ايا كان لانه في مسلسل بيكون خاص لها لانه في الكوميك ريري وليامز علاقتها جدا 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 رهيبة مع توني ستارك وكانت تعتبر وقدوة لها وكان له تأثير جدا رهيب في حياتها بالنسبة لبدلتها اوكي ما هي سيئة بس في الكوميك لو تبحثون في الكوميك او الصور اللي بحطها لكم بدلة ايرون هارت كانت قريبة بشكل جدا كبير لبدلات ايرون ما يعني اوكي البدلة الجديدة اللي شفناها في الفيلم لما تشوفها تقول ياس بس تحسوا كده فيها لمسة خاصة ومميزة تماما اعطتها هوية خاصة فيها اكثر كونها ايرون هارت ما هو عيب ولا هي سلبية ولكن اقول لكم او وضح لكم الفرق بين بدلتها في الكوميك وبدلتها في الفيلم بلاك بانثر يا جماعة او راموندا للامانة اشوفها احد اقوى الاداءات في هذا الفيلم ونهايتها للامانة كانت مرة تقهر ومؤثرة ولكنها خدمت بشكل جدا كبير جانب الانتقام عند شوري او اخت بلاك بانثر يعني حرفيا غير انه شوري قابلت كلمنغور وشافت ارادته انه ارادته ارادتها متشابهين هي صراحة كانت على بعد خطوة بسيطة من انها تتحول الى شخصية شريرة والحمد لله انها قدرت تضبط نفسها وتتمالك غضبها قبل ما تجيب العيد وتقتل نيمور كان عندها فرصة انها تقتل نيمور ولكن في لحظة ما قالت هيي قلينا نحل المشاكل انا اقوى منك اتفقنا اوكي هيا خلينا نشوف لنا حل عاد هزيمة نيمور ونهاية المعركة انا ما عجبتني اوكي ما هي سيئة مرة بس ما عجبتني الموضوع مبرر والحكاية النشوري لها الافضلية هي في البر وهو المفروض يكون ايش مبلل وما يكون جاف وما يقدر يطول في الارض اتس اوكي انا فاهم هذا كله بس طريقة كتابة الحدث وهزيمته ما عجبتني يا اخي شخصية نيمور تم تقديمها على انها شخصية عندها كبرياء عندها كرامة جدا عالية فجأة كده يخضع بهذاك الشكل ويرجع معاها الى قبيلة ويقولها موقف وحرب خلاص احنا ياهو ياهو قبل فترة كان مصر انه ينتقم وانه عارف البشر وانه 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 ايش الفوضى اللي صارت في النهاية ما حبيتها صدقا طبعا انا ملقوف يا جماعة ترى بعد ما اخلص الفيلم اروح اقرأ مراجعة اشوف اراء الناس هل في ناس تتفق معايا في نقاط او لا واكتشفت انه في نسبة كبيرة من المراجعين ومن النقاط متفقين معايا على النقطة او عندهم نفس وجهة النظر في مشكلة انه النهاية معركة او انه نهاية معركة نيمور مع شوري كانت شوية غريبة وما لها اي 66 لزمة وكان بامكانهم يكتبوها بطريقة ثانية مو شرط يفوز نيمور يخسر اوكي بس بطريقة مختلفة موش بالشكل المهين هذا المشاهد القتالية كانت جيدة الى حد كبير اوكي ممتعة ومرة رهيبة بس ما هي حاجة مبتكرة ما هو شي تقدر تقول اوه هذا المشهد مستحيل انساه لا شوف المشهد تستمتع فيه يخلص الفيلم تنساه وخلاص المؤثرات البصرية كانت جدا رائعة الحمد لله الحمد لله انه مارفيل ما جابت العيد فيها لانه جزء كبير من هذا الفيلم اذا لم يكن كله يعتمد على المؤثرات البصرية او السي جي اي واكثر شي كنت خايف منه للامانة انه تطلع عيوب في المؤثرات لانه اخر كم شهر لو فاكرين انتشرت اخبار عن قسم السي جي اي في مارفيل انه مارفيل كادتهم على وجههم وامتعبتهم وضغطينهم اكثر من اللازم فكانوا يطلعوا بشغل ابو كلب زي الشغل الابو كلب اللي شفناه في شي هولك ولكن الحمد لله انه مارفيل اللي يحل هذه المشكلة واكي المسلسلات ميزانياتها اقل فطبيعا نشوف فيها مشاكل في السي جي اي غير انه الافلام يكونوا حاطين لها ميزانية جدا ضخمة وعادة ان يطلعوا بمؤثرات بصرية وفريق السي جي اي ياخذ راحته الاغاني الاغاني والموسيقى في هذا الفيلم يا جماعة بحد ذاتها جدا جدا رائعة انا كنت مستعد اجلسى اسمع الاغاني طول الفيلم مار رهيبة الاغاني سواء لكن الاغاني اللي في النص بكل الاغاني تسيبوا الموسيقى التصويرية الاغاني بالتحديد هي كلها تصنف تحت الساوند ترك بس الاغاني اللي فيها شخصي غني كانت من اروع ما يكون السينماتوجرافي وتصوير وكاندا برضو كانت جميلة جدا كالعادة وكاندا يا جماعة بشكل عام مكان مار رهيب من ناحية العمران ومن ناحية المباني وخريطة وكاندة بشكل عام مرة جميلة تقديم شخصية توسان يا جماعة أو ابن بلاك بانثر في نهاية الفيلم أعجبني لسببه الأول هو أن شوري لقيت خاتمة طيبة لمعاناتها والفقدان اللي مرت فيه أول حاجة مات أخوها بلاك بانثر أو تتشالا وبعدها ماتت أمها وقبلهم مات أبوها يعني حرفيا هي وحيدة الحين ولكن ظهور ابن بلاك بانثر في النهاية كان بمثابة خلاص وخبر مفرح وطيب لها هذه الجزئية الأولى والجزئية الثانية أنه لما تم تقديم شخصية تتشالا أو توسان ابن بلاك بانثر فغالبا أنه راح نلاقيه في المستقبل أوكي ما هو في المستقبل القريب الولد مرة صغير بس غالبا في المستقبل راح يتم تقديم هذه الشخصية بطريقة أخرى وبرضو يا جماعة فيه شخصية لازم أشكرها جدا سواء كأداء أو كشخصية جوة الفيلم واللي هي شخصية إمباكو شخصية إمباكو يا جماعة من أكثر الشخصيات اللي أحبها في عالم وكاندا ومؤدي الدور نفسه للأمانة دائما ما يبهرني ويضحكني ويطرب ترا في المشاهد القتالية الآدمي له هيبة وحضور وكلمات وعبارات يرددها مرة رهيبة شخصية إمباكو هذه واحدة من شخصيات المفضلة في عالم وكاندا فكان لازم أني أشكره بالاسم مؤدي الشخصية وشخصية إمباكو الجانب الدرامي في الفيلم ما كان سيء بالعكس كان أشبه وأقرب إلى مثالي والحمد لله الحمد لله إنه مارفيل ما بالغت في الكوميديا زي في فيلم ثورة الأخيرة فيلم ثورة الأخيرة كان محشو كوميديا لوصل لدرجة إنه صار نكتة صار زبالة فكنت خايف إنه مارفيل تستمر على هذا النهش في هذا الفيلم ولكن الحمد لله وزنية الكوميديا كانت مناسبة جدا لأنه أكثر من كذا كوميديا بيكون عيب في حقت تشالا ومؤدي شخصية بلاك بانثر الراحل شادويك بوزمن ومعلومة مهمة يا جماعة قبل ما نختم تقديم شخصية نيمور داخل هذا الفيلم ماه فقط لخدمة أحداث الفيلم غالبا راح نشوف نيمور مستقبلا ما فيها كلام سواء بشكل مستقل أو ممكن نشوفه في أفلام مارفيل القادمة لما تبدأ المعركة الكبيرة والمنتظرة مع كانج ما ننسى يا جماعة برضو في جزئية مهمة تم تقديم شخصية فالنتينا توقع اسمها فالنتينا برضو للمرة الثالثة في عالم مارفيل اللي هي راح تكون القائدة والمحركة الأولى لفرقة ثاندربوت اللي هما نقدر نقول عنهم أفينجرز بس إيش يميلوا إلى الشر وأخيرا يا جماعة تقييم الفيلم إلى تاريخ هذا الفيديو كان 7.4 من 10 وأنا شخصيا قيمت 7 من 10 بشكل عام في البداية وأنا خارج من السينما تقريبا أعطيته تقييم 7.5 من 10 ولكن بعد ما كتبت مراجعة الفيلم وبعد ما بدأت أسترجع الأحداث اللي صارت لا شفت أنه تقييم 7 من 10 تقييم جدا منصف ويستاهله أعطيكم العافية يا جماعة إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو شاركوني في التعليقات تقييماتكم ومراجعاتكم السريعة والمختصرة أو المطولة حول بلاك بانثر وكانت فور ايفر ولو أعجبكم الفيديو يا جماعة لا تنسوا تضغطوا زر اللايك لأنه أكثر شيء ممكن يدعم القناة أنا أدري بزعجكم بهذه العبارة كثير بس ترى مرة ضروري ما ينفع تجي تشوف الفيديو وتفقع حتى لو ما عجبك حض ديس لايك ترى الديس لايك اللايك هي برضو أيش محركة للقناة فظبط المظبيت ألا أعطيكم العافية يا جماعة كم معكم الوجيه هشوفكم في الفيديو القادم